هذه أبرز العناوين موقع الانتقالات الإيطالي توتو مركاتو وحيد في خبر كانودي باجيو مرشح لقيادة المنتخب المغربي بمساعدة بن عطية خبر عجل جامعة القجاة تعلن عن ضم اسمين كبيرين إلى طاقم المنتخب المغربي الجديد أخيراً الخبر الصار عودة لعب المنتخب المغربي من الإصابة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس موقع الانتقالات الإيطالي توتو مركاتو وحيد في خبر كانودي باجيو مرشح لقيادة المنتخب المغربي بمساعدة بن عطية نشر موقع الانتقالات الكروية الإيطالية توتو مركاتو خبراً يتعلق بمصير وحيد خلال الزيتش على رأس المنتخب الوطن المغربي وذكر الموقع أن تغير وحيد أصبح أمراً واقعاً ومؤكداً مشيراً إلى أن المدرب البوصني مطلوب لتدريب المنتخب المصري وحسب نفس المصدر فإن بديل وحيد حالياً هو مدرب نادي الويداد رياضي وليد ريقراجي والذي أوشك عقده مع النادي على الانتهاء وكشف الموقع الإيطالي المختص أن من بين المرشح لتدريب المنتخب المغربي هناك أيضاً لويجي دي بياجيو بمساعدة مهدي بن عطية خبر عاجل جامعة القجاع تعلن على ضم إسمين كبيرين إلى طاقم المنتخب المغربي الجديد كشف التقارير الإعلامي أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد استقرارها على خليفة وحيد خلال الزيتش في المنتخب المغربي ربطت اتصالتها بالدولة السابق عادل رمزي بغرض ضمه للطاقم التقني الذي سيشرف على المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة وشغل منصب مدرب مساعد للمدرب الجديد التي تشير العديد من المعطيات إلى أنه هو والد ريقراجي وأشار المصدر ذاته إلى أن الطاقم التقني للأصود سيشهد كذلك وجود الدولة السابق راشيد بن محمود الذي سيشتغل بدوره إلى جانب والد ريقراجي وهو الذي كان عامل مدربا مساعدا للحسين عموتة مع منتخب المحليين هذا وتأتي المعطيات تماشيا مع قرب انتهاء مرحلة خلال الزيتش بعدما تغيرت طبيعة علاقة المدرب برئيس جامعة الكرة إذ أكد فوز القجعة أنه لا ينظر بعين الرضا للطريقة التي يسير بها خلال الزيتش شؤون المنتخب الأول وكان فوز القجعة قد أكد في تصريحات إعلامية وجود خلافات بينه وبين خلال الزيتش بخصوص التشكيلات التي يختاروها لكل مباراة وأنه يتقسم مع الجمهور المغربية عدم رضا عن غياب الاستقرار بخصوص التشكيلة الرسمية وأنه لا طالما ناقش الأمر مع المدرب دون التدخل في اختصاصاتها وقال إن المنتخب الوطني هو من عليه فرض أسلوب على خصومه وليس العكس وهذا ما فشل في خلال الزيتش في معظم المباراة من خلال الاعتماد على تشكيلات مختلفة طبقا للأسلوب الذي يعتمد عليه المنافس وهذا خطأ كبير حسب ما أعتقد أخيرا الخبر الصار عودة لعب المنتخب المغربي من الإصابة تمكن المغربي السليم أملاح من العودة للتداريب بعدما استعاد عافيته بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الورك والتي كانت سببا في غياب اللاعب عن المبارتين الوديتين لفريق استاندردولياج وغب أملاح عن المبارتين حيث تمكن فريقه من الفوز في المباراة الأولى ضده غوهيد بخمس أهدف لهدف ثم سقط في الثانية ضد باوكسالونيك بهدف واحد لسفر وسيعود سليم أملاح بشكل تدريجي للدخول في أجواء المباراة الودي المقبلة حيث يستعد فريقه للعودة لبلجيك من أجل مواصلة التحضيرات حيث سيواجه بروسيا من شنجلات بخل ألمانية وكان مترب استاندردولياج البلجيكي قد أبدت سعادته بعودة سليم أملاح وهو الذي يعلم تمام المعرفة الدور الكبير الذي يشكله المغربي في منظوماتها يشار أن العديد من التقارير البلجيكية كانت قد ربطت سليم أملاح بمغادرة النادي البلجيكي هذا الصيف لكن لا شيء حسم لحدود اللحظة وهو الذي يرتبط بعقد مع الفريق لغاية الصيف 2023 تعليق متير من باريسان جرمان بشأن علاقة حكيم بن بابي نشرت الصفحة الرسمية لنادي باريسان جرمان الفرنسي لكرة القدم مقضع فيديو قصير بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يبرز أهم ما قدمه الدولة المغربية أشرف حكيمي والفرنسي كيليان بابي معا خلال الموسم الكرة والماضي بالإضافة إلى أهم اللحظات التي تجمعهما داخل الملعب وخارجها أرفق البيئس جي مقطع الفيديو بتدوينة عن النجمين المغرب والفرنسي جاء فيها مبابي وحكيمي الأخوة الحقيقية داخل الملعب وخارجها وبعد وصول الظاهر الأيمن للمنتخب الوطني إلى عاصمة الأنوار أصبح يتفهم السريعا مع النجم الفرنسي مبابي حيث شكلت نائيا متجنسا داخل الملعب وخارجها وقدم حكيمي ومبابي مستوى جيد في البطولة الفرنسية الليك آه حيث سجل كل واحد منهم أهدافا عن طريق تمريرات حاسمة وتفعل حكيمي ومبابي مع بعضهم البعض في العديد من المناسبات على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تسجيل أحدهما لهدف سواء مع الفريق أو المنتخب كما رصدتهم عدسة الكاميرا في العديد من المرات في أنشطة مختلفة يذكر أن حكيمي ومبابي قضي جزءا من عطلتهم السنوية بمراكش الدكريات المونديالية تطارد البنزارتي في مهمته الجديدة مع الرجاء لن تكون مهمة التونسي فوز البنزارتي الذي يعود لتدريب رجاء رياضي بداية من العام المقبل لن تكون سهلة بعد الموسم المخيب الذي قدمه الفريق البيضاوي هذا الموسم وسيواجه البنزارتي في مهمته الجديدة تحديا كبيرا يتمثل في التركيبة البشرية التي تعاني نقصا كبيرا ذلك أن أغلب النجوم سيرحلون عن الفريق حيث انتهت عقودهم وأبرز هؤلاء الحارس أنسزنيتي ومحسيم توليه عبدالجالي الجبيرة وحميد أحداد وزكريا الوردي وإلياس الحداد وفابريسنغوم وغيرهم ويبقى مشكلة التركيبة البشرية من أهم النقاط التي يتحتم على البنزارتي تجاوزها بالبحث عن بودلاء في نفس قيمة الراحلين ويدرك البنزارتي أنه سيكون مطالبا بالحفاظ على الصورة الجيدة التي تركها خلال تجربتي السابقة مع الفريق البيضاوي حيث حقق البنزارتي إنجازا تاريخيا مع الرجاء في كأس العالم للأندي 2013 واحتل مركز الوصافة بعد أن خسر في النهائي أمام باير ميونيخ كما احتل مركز الوصافة في الدورية في نفس الموسم ويسعى البنزارتي للنجاح في تجربتها خاصة أنه يدرك انتظارات ومكونات الفريق الأخضر التي تعول على خبرته الطاولة ليعود الفريق لطريق الألقاب بعد خروج هذا الموسم خاوي الوفاد وتنتاب البنزارتي رغبة كبيرة ليحقق مع الرجاء لقابه الأول على غرار ما حققه مع الوداد الذي فز معه بلقب الدورة المغربي في مناسبتين وكأس السوبر الأفريقي ترجمة نانسي قنقر